بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد جاية قبل لحظات وساعات قليلة من مباراة الأهلي واسموحة في الدوري العام يمكن الدوري سريعا بي تستأنف المباريات تجولة بعد جولة وبكرة إن شاء الله الساعة الرابعة عصرا مباراة مهمة جدا للأهلي ضمن لقاءات الإسبوع السادس في الدوري العام خمس مباريات خمس انتصارات صدارة الدوري خمستاشر نقطة ويمكن بدأ منذ قليل تدريب فريق النادي الأهلي استعدادا للدخول في معسكر مغلق لمواجهة سموحة هذه المباراة الصعبة جدا فريق سموحة بيقوده مدير فن قدير الكابتن أحمد سامي حالة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل فيها كواليس وعن استعرض بعض الأمور اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده في حالة التريند والنهاردة نأكد عليها بعد تصرحات مهمة بالتأكيد صدرت خلال الساعات القليلة الماضية لكن خلينا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم ونسخن كده بدري بخصوص مباراة الأهلي واسموحة وكل اللي بيتابعونا يدخلوا ويجاوبوا على سؤال توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة سموحة غدا شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا عبر الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات وكل واحد يتوقع التشكيل اللي ممكن يلعب به لأهلي مباراة سموحة لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في تريند الأهلي الفريق يختتم استعداداته لمواجهة سموحة وكمان تغييرات متوقعة على تشكيل الفريق وفي التريند العالمي صلاح لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي استعرض مباراة اليوم يمكن النهاردة طبعا فيه استكمال لمجموعة من مباراة دوري أبطال أوروبا واستكمال جولة المباراة يمكن الساعة 8 إلى ربع فيه مباراتين بشكتاش يستضيف في آيكس أمستردام وإنتر ميلان يستضيف في شخطار دونتسيك الساعة العاشرة من مساء اليوم منشستر سيتي يستضيف باريس سان جرمان هي قمة الجولة في دوري أبطال أوروبا وكلب بروج يستضيف في لايبزيج سبورت انجليشبونا يستضيف بروسيا دورتموند أتليتكو مادريد يستضيف الميلان ليفربول يستضيف بورتو وشريف تريسبول يستضيف ريال مادريد وكلنا عارفين اللقاء الأول اللي كان في أسبانيا انتهى بفوز شريف على ريال مادريد في الدوري الأوروبي النهاردة في مواجهة وحيدة سبارتاكا موسكو الساعة خمسة ونصف يمكن بعد أقل من نصف ساعة سضيف نابولي الإيطالي في إطار مباريات الجولة الدوري الأوروبي بالتأكيد مباريات مهمة لكن طبعا مباريات منشستر سيتي وباريس سان جرمان من المباريات اللي اعتحظة باهتمام كبير النهاردة في صهرة الدوريات الأوروبية ومباريات دوري أبطال أوروبا طيب دي كانت مجموعة من الأخبار والعنوين ومباريات اليوم لكن أذهب بسرعة إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وعندنا بعض التفاصيل المهمة في فقرة ترند الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند دايما متعودين معنا في الفقرة دي بنتكلم عن أبرز حاجة موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا عندنا معلومة جديدة عندنا انفراض عندنا أي صبق صحفي وكمان ردا على أي شائعات أو أي أخبار بتخص فريق القرة تحديدا الفريق الأول لقرة القدم في النادي الأهلي يمكن أنتم متعودين مننا في فقرة ترند الترند كمان لما بنتكلم على بيت سمسيماني أو بنتكلم عن أي خبر أو على أي خبر بيخص أي لاعب داخل صفوف الفريق بنتكلم بكل حيادية وبنتكلم بكل منطقية آه طبيعي بنبقى في حالة دفاع عن الجهاز الفن وعن اللعبة بس يدفع عن الحق مش دفاع لمجرد الدفاع لا بندفع عن الفريق وبندفع عن الجهاز الفني لأن في توقيت معين الفريق مثلا كسبان خمس ماتشاط محقق خمستاشر نوطة وتلاقي ممكن تساؤلات على السوشيال ميديا مش طبعية من بيجات أو صفحات رياضية بتطرح تساؤلات للمشاهدين أو حتى للمتابعين للسوشيال ميديا يخشوا ويشاركوا ويجاوبوا على الأسئلة فبالله ممكن تكون أسئلة مش في الصياق الطبيعي للنتاج اللي ممكن بتتحقق خلال هذه الفترة أو حتى خلال العام الماضي فلما بندفع بندفع عن الحق والناس ممكن تقولك بس انتوا دايما بتدفع عن اللعيبة بتدفع عن الجهاز الفني أو في نتائج كويسة طيب احنا كمان لما بندفع بندفع بنا على معلومة مش بندفع لمجرد الدفاع ومش شرط أقول المعلومة بشكل رسمي طالما النادي حتى ما أعلنهاش بشكل رسمي ليه أنا بقولي الكلام ده لأن على مدار أكتر من حوالي شهرين خلال الخمسة واربعين أو الستين يوم اللي فاتوا وأنا بحدد على دالأيام بالزبط كان دايما فيه شائعات كثيرة جدا حول بيتسو موسيماني وإحنا هنا تحديدا كنا بنتكلم وبنقول يا جماعة بيتسو موسيماني فيه استقرار فني للراجل خلال الفترة الجاية ومش نازم نعلن كل التفاصيل طالما أنه خلاص فيه استقرار داخل الفريق والراجل مكمل حتى نهاية عقده والناس متفق أن بيتسو موسيماني مكمل وما فيهش أي مشاكل لكن دايما كانت السوشيال ميديا تصدر أنه فيه اجتماعات وفيه اتفاقات والراجل عايز يمشي عايز يأمن مستقبله أصل أصل والكلام ده كله إلى أن خرج الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل وأعلم في تصريحات مهمة جدا بالأمس وقال منحا أو يعني لكي نعطي الراجل مزيد من الثقة والدعم في ظل حالة اللغة اللي على السوشيال ميديا الشرط الجازية كان ثلاث شهور خليناه ستة شهور يبقى احنا هنا لما كنا بندافع وبنقول بيتسو موسيماني مكمل مع النادي الأهلي وهو عدد صدقوا للشائعات اللي بتتقال بخصوص الراجل وأن الراجل ما تكلمش في تجديد ده تعاقد سنة سنتين ثلاثة ولا طلب أرقام مالية اللي بتتقال كلام كان صح اه مش لازم نعلم بس احنا لما بنتكلم بنتكلم بمصداقية مع جمهورنا لأن احنا عارفين الواقع وعارفين الحقيقة كل التفاصيل أو كل ما يعرف أو ليس كل ما يعرف يقال لكن في نفس الوقت الكلام اللي ذكروا بالأمس الكابتن محمود الخطيب وشرح التفاصيل الخاصة ببيتسو موسيماني أكدت لكم كل اللي اللي كنتم نقوله خلال الفترة الأخيرة أن بيتسو موسيماني مكمل مع الأهلي وأن فكرة كمان أنك تعدد الشرط الجزائي من ثلاث شهور لست شهور ده معناه اللي انت واصق تمام الثقة في إمكانيات المدرب اللي معاك وأنك عايز تديله الثقة وعايز تديله الطمأنينة اللي انت مكمل معنا وده للأسف جي نتيجة حالة اللغة اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا دايما الناس بتسأل ودايما الناس بتنتقد ودايما الناس بتحاول يعني بتتعامل مع بيتسو موسيماني على أنه فرصة أنه هو مسك الأهلي فما كانش يتخيل أو يحلم أنه يدرب النادي الأهلي أي مدرب سواء أوروبي إفريقي عربي أيا كان أكيد النادي الأهلي حلم وطمح ليه لكن تعامله مع بيتسو موسيماني على أنه مدرب قدر يفرد نفسه واسمه ومكانته كمدرب إفريقي في الكرة المصرية ومع النادي نادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا لو مدرب أوروبي أنا أعتقد حجم الانتقادات مش هتبقى موجودة بالشكل اللي نحن شايفينه فبالتالي أدي جزئية متعلقة ببيتسو موسيماني وهو مكمل مع النادي الأهلي بس تتخيلوا رغم كل اللي تقال ده النهاردة الصبح مثلا في إحدى الإزعاد أسمع أصلي مهما كانت النتائج حتى لو فاز بالدور وبإفريقيا وبالكاس وكسب كل حاجة هو ماشي في آخر السنة تبتا كلام يعني هل ده يا جوز أو ده كلام منطقي ممكن يتقال بعد التصريحات اللي تقالت مبارح وبعد الكلام اللي احنا قلناه على مدار شهرين هل ممكن حد يعني يفكر حتى بشكل عملي أو بشكل موضوعي مدرب هيفوز بالدور وبأفريقيا وكل البطولات كده كده فيه قرار في نهاية المسلم بالاستغناء عنه وهو حالية متصدر الدوري هي ليه فكرة دايما الناس مش قادرة تتخيل ان فيه مدربين أفرقى نجحوا ان فيه مدرب قدر يفرد نفسه على القرى المصرية ان فيه مدرب ماشي مع الأهل بخطة سبتة وعمل نتائج بالأرقام آخر عشر سنين ما تحققتش منذ عهد فترة مانويل جوزيه الناس لازم تقتنع ان التدريب وإدارة الأجهزة الفنية أو إدارة الإدارة الرياضية في الأندية الأفكار نفسها اختلفت بس لازم كمان الناس تقدر تواكب العصر لما الأهل اتعاقت معهم دارب إفريقي لازم الناس تعرف ان الدنيا اختلفت لما الرجل الإفريقي نجح مع النادي الأهل لازم الناس تفهم ان لا الامور اختلفت فيه مدربين يا جماعة أفرقى واخدين اللايسنز برو محترفين من الاتحاد الإفريقي ومن الاتحادات أوروبية ما فيش مدربين في الدورة المصر واخدين حتى الرخصة بي ولا سي لازم نفهم ان الأمور اختلفت ولازم نقتنع ان احنا ممكن نكون في الدورة المصر فيه مدربين ما قدروش يوصلوا للايسنز او القدرات التدريبية لمدربين أفرقى تخطونا وتعدونا في الفترة اللي فاتت لازم نقتنع بدا ولازم الاعلام يقف ويساند النادي الأهل على الأقل في خطوة زي دي لما يتعاقد من دارب إفريقي لان تولي مسيماني تدريب الأهلي انتو مش قادرين تفهموا او تشوفوا ان خلال السنة الأخيرة الاختيار ده مدى تأثيره على قدرة مصر قرويا ورياضيا كمان مع القرى الإفريقية الموضوع لي أبعد مختلفة يعني انا كنت اتمنى الناس في الإعلام مش اقول السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا ممكن يكون جمهور بشكل كبير لكن الإعلام الرياضي تحديدا لازم الأمور يتم منقشتها بشكل مختلف لازم الناس تنزل وتتواغل في القرى الإفريقية وتشوف ردود الأفعال على تولي بيت سموسيماني مع الأهل على مدار السنة وحجم البطولات والإنجازات تتحققات في الفترة الأخيرة فبالتالي بقى ندينه الثقة وندينه الدعم لا ننتقده في تغيير ولا ننتقده في مشاركة لاعب وفي الآخر انت بتنتقده هو كسبان وهو عامل ريمونتادا في مباريات في الفترة الأخيرة وكسبان بسكور ومغير خطة لاعب واللاعيبة كانت بتلعب في أجندة دولية خلال الثلاث شهور في ثلاث فترات ومع ذلك بترجع وبتدخل وبتنسجم بيغيب حمد فتحي فيه البديل هيغيب علي معلول فيه بديل هيغيب حسام حسن فيه بديل هيغيب الشناوي فيه معالي لطفي النادي الأهل قيمة كاملة مكتملة طيب دي جزئية الجزئية التانية وهي متعلقة بمحمود عبد المنعم كهربا كل يوم لما كنت بطلع في تريند الأهل واقع ده بص كده في الورق اللي معايا يطر النهاردة فيه خبر على كهربا ألاقي فيه خبر على كهربا انبارح برضو الكابتن محمود الخطيب قال تصريح في غاية الأهمية لما قال محمود عبد المنعم كهربا ملتزم جدا مع النادي الأهل وتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهل وابتدى يركز بشكل قوي مع النادي الأهل برضو احنا لما بنطلع ندافع عن كهربا هل بنطلع ندافع عشان لاعف في النادي الأهل وبس ولا بندافع عن الحق احنا بنبقى شايفين اللي بيحصل في التدريب وبيبقى لنا زملاء مرسلين موجودين في كل التدريبات وفي كل المباريات وابنتواصل مع اللعبة ونتواصل مع الجهاز الفن وعارفين كل الكووليس لجوة الفرقة لو ما فيش التزام 한قول ما فيش التزام لو في عقوبة جهاز الفن بيعلانها بنطلع لإعلانها لكن طالما في التزام واللعاب ملتزم ليه دايماً عايزين تصنعوا مشكلة ما بين اللاعب مع الجهاز الفني ما بين اللاعب مع بيت ساو ثماني ما بين اللاعب مع جمهور الأهلي قهرباء النهارده برى لسكور خلاص جايلوا عرض من السعودية جايلوا عرض من الامارات طالب انه يقعد مع الكابتن سدى شان يحدد مصيره النهاردة هو مثلا على اخبار النهاردة على طاهر محمد طاهر والنهاردة فيه تمرين وبعد التمرين هتعلن القايمة نبدأ نجهز بقى من دلوقتي القايمة هتعلن مين هيكون برا القايمة ما طبيعي كل مطش فيه لعيبة هتكون برا القايمة هو انت هتلعب بكام لعيب هتلعب ب14 لعيب ولا هتلعب ب11 اللي هتدك تسعة لعيبة هتنزل خمسة ولا هتنزل سبعة ما انتم اي التلاتين لعيب فطبيعي يكون فيه لعيبة برا بس الموسم طويل يعني الموسم لسه المشورة في طويل فمحدش قايم من دلوقتي طاهر برا لسكور يبقى في يناير ماشي ما وفمتش الزمانك نزل ولعب ده لو الرجل ده هيمشي في يناير هل بيتسو ممكن ينضمه للقايمة وينزل في مباراة كبيرة زي مباراة الزمانك لازم نفكر شوية مش اقول بموضعية والمنطق والعالي يقول ايه لا لازم نفكر شوية بطريقة عملية بنشوف التدريبات بنشوف الاخبار بنشوف النتائج بنشوف تصراحات المدرب ومهم جدا نصدر تريند ايجابي في تصراحات بيتسو مسماني لان اخر مؤتمر صحفي للأسف الصورة اللي خرجت سلبية جدا عن طبيعة الاداة في المؤتمرات الصحفية والاسئلة اللي بتتسقل وكان للأسف فيه رد فعل مش كويس لكن اتمنى الفترة الجاية يكون فيه يعني الحديث عن الامور الايجابية بشكل كبير في ظل ان فيه ايجابيات كتير يعني انا مش عايز اتكلم من الناس تقول ايجابيات وخلاص لا فيه ايجابيات كتير موجودة فيه ايجابيات كتيرة في الملعب فيه ايجابيات كتيرة في التغيرات فيه ايجابيات كتيرة في تغير طريقة اللعب فيه ايجابيات كثيرة جدا في مسألة كمان التاكتك اللي بيشتغل بيه بيتسو مسماني مع الفريق في الفترة الأخيرة في الدور العام فيه تلات محلل أداء موجودين في الأهلي فيه اتنين موجودين خارج الملعب وفي المدرج عامين وصلت اتصال مع الجهاز الفني وده أنا ما بشفتوش في الدورة المصر خلال السنوات الأخيرة وده موجود في الدورة الإنجليزة والدورات الأوروبية من سنين فنشوف إيه إجابات اللي تمت نشوف الاستراتيجية الجديدة اللي دخلت من خلال الجهاز الفني الأهلي خلال هذا المسلم في الدورة عشان نشوف مدى الاستفادة اللي ممكن تعود على النادي الأهلي بداه وبالتالي منتخبنا الوطن هيستفيد بداه لأننا عارفين على مدار التاريخ طول ما النادي الأهلي بخير عتلاقي منتخب مصر بخير وعتلاقي سبعة تمانية أساسيين من الأهلي موجودين في التشكيلة الأساسية في منتخب مصر والتاريخ بيقول ده من خلال سنوات تكسيرة وعديدة طيب ده جزء مهم جدا بخصوص الترند وللأسف هو كان ترند سلبي ردا على اللي بيتقال في الفترة الأخيرة بخصوص مسماني كهربا طاهر محمد طاهر والتصرحات الكابتن محمود الخطيب أعتقد كانت فاصلة في هذا الشأن بخصوص قهربا وبيتسو مسماني طيب الجزء الثاني وهو متعلق بقى بالأحداث الإفريقية خلال الفترة اللي جاية كلنا عارفين أن بكرا إن شاء الله صباحا في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي هنا في القاهرة هينائش عدد من الأمور المتعلقة بالفترة القادمة بالنسبة للقر الإفريقية وفي اليوم التالي يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا هيكون فيه كونجرس الاتحاد الإفريقي كل الاتحادات الوطنية الإفريقية حضرة في الجامعية العمومية ولكنها جامعية عمومية غير عادية لتعديل وإجراءات تعديل على عدد من البنود واللواحي الفترة الجاية وإقرار دوري السوبر الإفريقي الفكرة هنا مش كأس السوبر كأس السوبر أنا هتكلم عليه في إطار الحلقة وممكن يكون عندنا جديد النهاردة بخصوص كأس السوبر لكن أنا بتكلم عن المسابقة جديدة دور السوبر الإفريقي بعد الكونجرس يوم الجمعة يكون فيه مؤتمر صحف الساعة 2 الدور لرئيس الاتحاد الافريقي هيعلم من خلالها أبرز القرارات اللي صدرت من الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية ومن ثم كمان الحديث على دور السوبر الافريقي في الفترة القادمة لكن في ظل كل هذه الأخبار النهاردة فجئنا بخطاب رسمي مرسل من الاتحاد الافريقي للجنة المنظمة المحلية في الكاميرون بخصوص كأس الأمم الافريقية والموضوع خد أبعاد كثيرة جدا والناس أصبحت قلقانة من فكرة أن بطولة الأمم ممكن ما تتلعبش في الفترة الجاية واللي تحدد معادها من 9 يناير ل 6 فبراير وفي نفس الوقت الناس تقول لك الله طب إزاي في المشاكل دي والكاف أعلن عن القرى الرسمية اللي هتقام بيها أو هتتلعب بيها مباريات البطولة في الفترة اللي جاية وفي نفس الوقت فيه الإعلان عن جدول المباريات والملاعب وي وي والكلام ده كل هنستعرض مع بعض الخطاب اللي النهاردة يمكن كل وسائل أعلام اهتمت بيه وهو خطاب مرسل من الأمين العامة الكونغولي فيرونين بومبا إلى اللجنة المنظمة المحلية في الكاميرون الخطاب بيتكلم في كذا نقطة أهم النقاط اللي فيه بتتكلم على إيه إن الملعب الأساسي الملعب الأوليمبي في العاصمة يا ويندي ده هيا الصديف مباراة الافتتاح يوم 9 يناير ما بين الكاميرون وبركينا فاسو حتى هذه اللحظة وإحنا بنتكلم في النهاردة تاريخ 24 نوفمبر لسه الملعب مخلص ولسه فيه حاجات كتير جدا محتاجها الملعب الفترة الجاية والخطاب بيتكلم على إن آخر مرة كان فيه إشغالات أو شغل عملي داخل الملعب كان بتاريخ 22 أكتوبر فبالتالي فيه تخوف من قيادات الكاف إن التأجيلات دي ممكن تعوق إمكانية يعني البطولة تتلاعب في معادها يوم 9 يناير قدامك هو الخطاب ده الخطاب المرسل للجنة المنظمة المحلية وللسلطات في الكاميرون من خلال الأمين العام فيرون إمبومب هو بتكلم على البطولة والعجب والأرضية الملعب والملعب الرئيس اللي هتقام عليه مباراة الافتتاح وفي هذا الخطاب هو قدامك حتى جدول الملعب وملاعب التدريب اللي هتصديه في المباراة والتدريبات الفترة الجاية وكمان بيتكلموا على البرتكول الصحي كل الأمور دي هو الكاف بيحاول قدر إن كان يعرف الأمور وصلت لغاية فيه لكن الفكرة هنا أنا مش عايز ألوم إن التأخير هيكون بس من الكاميرون لا ده كمان فيه مسؤولية على الاتحاد الافريقي لأن المفروض خلال جوالات التفتيش الفترة اللي فات كان لازم يكون فيه قيادات ومسؤولين من القرى الافريقية موجودين في الكاميرون أنهم قدرى بخبايا الكاميرون والتجهيزات في الكاميرون والاستعداد في الكاميرون وكل الأمور دي لكن طبعا ما كانش فيه جولات تفتيش بشكل مكسف معظم الناس اللي سفرت عشان تحضر هذه الجولات كان معظم من أوروبا من أسبانيا ومن إيطاليا عاملين ناس شغالين في الفيفا وموجودين في الكاف الفترة الأخيرة فكان هم اللي بيروحوا بيتابعوا هذه الأعمال فما كانوش عندهم يعني خبرة بمسألة استضافة البطولات الافريقية فعشان كده حصل تعطيل أو حصل تأخير ما بين اللجنة المنظمة المحلية في الكاميرون مع الاتحاد الافريقي لكن عموما النهاردة 24 نوفمبر الوقت دايق جدا المهلة من خلال هذا الخطاب مرسلة يوم 30 نوفمبر بعد 30 نوفمبر هنشوف القرار هيكون إيه وفي نفس الوقت هذا الخطاب وهذه الأخبار أكيد هيكون لها ردود دافع لبقرة في المكتب التنفيذي وفي الجماعية العمومية لكن كل ده بالتأكيد هنعرفه بعد الاجتماع الطارق يوم الجمعة عشان نعرف الفترة الجاية القرى الافريقية رايح على فين سواف دور السوبر الافريقي سواف كأس الأم الافريقية وأيضا كأس السوبر ما بين الأهل والرجاء وللنهاردة بالتأكيد قدر يمكننا حاول نعرفكم إيه الجديد بخصوص كأس السوبر الافريقي طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الأخبار وكمان نتطمن على تدريب الأهل اللي بالتأكيد بيستعد لمباراة سموحة والنهاردة يكون فيه دخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي وهنتجول كده مع بعض في صفحات السوشيال ميديا ونشوف أبرز التريندات والعناوين اللي موجودة من خلال تريند الأهلي وصفحات السوشيال ميديا نروح مع بعض الحساب الأهرام والحساب الرسم للأهرام على تويتر كتبوا أن الأهلي يجدد عقد علي معلول والإعلان بعد الانتخابات طيب هي الفكرة في تجديد عقد علي معلول أن أكتر من مرة أن الموضوع مفوش في أي أزمة خالص وهي مسألة وقت يعني المسألة بس مسألة وقت وأن روتوش بسيطة بيتم الاتفاق عليها عشان يوقع العقد مع النادي الأهلي خلال الفتر اللي جاي اتفاق على المدة الاتفاق على المقابل المادي لكن في بعض التفاصيل كده في العقد إن شاء الله خلال الأيام القادمة هيتم الانتهاء منها ويعلم بشكل رسمي من قبل إدارة النادي تجديد عقد علي معلول ولكن هنا عندي تعليق واحد بس فكرة اللي احنا نربط أي قرار متعلق بفريق الكورة بالانتخابات الناس كلها عارفة الأمر ده غير مطروح داخل النادي الأهلي وليس له أي علاقة بالانتخابات الأهلي يجدد عقد معلول أوكي ممكن الإعلان عقب مباراة سموحة ممكن عقب العودة من كأس فيفا للعرب كل دوارد لكن بعد الانتخابات يعني مش مدرسة الأهلي ومش سياسة الأهلي لأن الكلمة دي أصبحت يعني أنا دي للمرة التانية أو التالتة بشوف كانت قال برضو قبل كده أصل الأهلي بيحدد مكافئات في حال الفوز على المحلة ورصد المكافئات قبل الانتخابات إعلقة مباراة المحلة بالانتخابات أو المكافئات فأتمنى بس يعني المفهوم ده ما يترددش كتير لأن دي مش مدرسة الأهلي ولا سياسة الأهلي طيب هكمل تريند الأهلي لكن لازم أروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي بجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي بالتأكيد كان حاضر منذ قليل تدريب فريق النادي الأهلي قبل الدخول في معسكر مغلق مساء الخير يا فاروق كل التحية لك الزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طيب التدريب أعتقد خلاص في الجزء الأخير وعايز أتطمن وأعرف منك أخبار المران والنهاردة بالتأكيد هيكون فيه إعلان للقيمة والدخول في معسكر استعداد للقاء السموحة بكرة إن شاء الله المباراة الساعة 4 على العصر على الساد الأهلي وي السلام بالفعل زبيلي محمد يعني احنا خلاص في الأوطار الأخيرة من تدريب فريق النادي الأهلي اللي انطلق في تمام الساعة الرابعة بدأ بمحاضرة فنية المستر ربيتسو موسيماني عقد محاضرة فنية مع اللاعبين طبعا عرض من خلالها الأخطاء وي الجبيات والسلبيات بتاعت مباراة غزل المحلة الأخيرة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بسلاسة أهداف مقابل هدفين وأشاد ونوه على روح الفانيلا الحمراء وروح قميص النادي الأهلي وهو دايما يعني في كلامه مع اللاعبين بيكلم على قيمة النادي الأهلي يعني مستر ربيتسو موسيماني واحد من المداربين اللي بيعي قيمة وشخصية النادي الأهلي وقال ده أمر مهم جدا نحن نلعب لآخر ثانية ودي لنا دايما كان معلوماتي على النادي الأهلي ومعرفت عن النادي الأهلي ان دايما النادي الأهلي على مدار تاريخه كله لعبته تتوارس أمور من جيل بعد جيل اللي هي اللعب الآخر رديع وروح الفانيلا الحمراء طبعا أيضا عرض يعني الملخص لفريق سموحة في آخر أربع مباريات طبعا فريق سموحة للعب أربع لقاءات فاس في لقاء وتعادل في ثلاث لقاءات لما يطلق أي هزيمة طبعا وحدد من خلاله إلا هيتم النهاردة في تدريب انطلق المرام بشق بدن خفيف مع مخطط الأحمال لكابله ووحدة خاصة لمستر ميشيل ينكم مع حراس مرمى النادي الأهلي كانت أكثر من رعا وظهور اللعب الحراس مرمى النادي الأهلي تكلم على الشناوية أو على نطفية أو شبير أو حمزة بظهور بشكل أكثر من رعا ثم انطلق مرام النادي الأهلي ومستر بيتسو موسيمانيا محمد انتعارف خلاص بقى بين خلاله يبقى يعني بيحط يعني التاكتك الهلعب بمباراة سموحة طبعا انتعارف محمد فيه غيابات في صفوف النادي الأهلي طبعا المباراة بتشهد عودة حمد فتحي بغياب عمر السلاء لحصول على الثلاث انذارات مستر بيتسو موسيمانيا أعتقد يبقى فيه تعادلات فيه تشكيل النادي الأهلي في المباراة غدا لكن قدر أقولك ان اللعابة كلها بتظهر بشكل أكثر مراء فرصة كبيرة جدا لكل اللعبين يعني شاف الجدية والروح عند اللعبين الفوز الأخير في مباراة تغزل المحلة رفع أكتر من الروح المعنوية لدى اللعبين مستر بيتسو موسيمانيا أمحمد يعني أنا بتابع المران وقف المران أكتر من مرة في بعض الجمل التكتكية بيطالب ان اللعبين ينفذوها بالشكل المطلوب ومن الأمور اللي هو بيركز عليها في كلامه مع اللعبين ضروري تستغلال العشر دقيقي الأولى هدف مبكر في أول عشر دقيقي بيريح اللعبين وبيضي أفضلية لنادي ألي في اللقاء أيضا النقاط المهمة جدا اللي أنا في الوقت أنا بكلمك عليه مستر بيتسو موسيماني بيشتغل على الكرات الثابتة وقال إن واحد من الأسلحة وأشد إن هي خلصت مبارات المحلة الأخيرة يا محمد هو بيركز جدا على الكرات الثابتة في الفترة دي طيب فروعيس ستطمن منك على صلاح محسن وعلى محمد محمود وعلى محمود متولي هل دخلوا التدريبات الجمعية النهاردة ممكن نشوف وجه جديد في القايمة بعد قليل ولا الأجواء والكواليس عندك إيه يعني أعتقد يا محمد أن صلاح محسن النهاردة موجود في التدريب محمود متولي محمد محمود وشاركه في جزء كبير جدا من المران محمود متولي وصلاح محسن شاركه في التأسيمة الأخيرة محمد محمود يعني يشارك في جزء من المران ثم كان فيه شق بدني مع مخطط الأحمال مستر كابيلو تقدر تقول من الممكن ظهور وجوه جديدة في قائمة النادي الآلي لمبارات سموحة بإذن الله برضو محمد عايز أطمنك على علي معلول وأيضا حسام حسني يعني كان لها لقاء مع الدكتور أحمد أبو عبلة ووضح للبرنامج التأهيلي الموضوع لعلي معلول أو حسام حسن طبعا علي معلول لنتعرف جهاد في العضلة الضمة والدكتور أحمد أبو عبل وضح الأمر الأمر مش شد ولا هذا الأمر قال للأمر مش هستغرق أكتر من أسبوع وبالأمس بدأ البرنامج التأهيلي لعلي معلول ويعني محمد برضو عشان لو نتكلم برحلة طبية شوية بالوصف من الدكتور أحمد أبو عبلة علي معلول شغال على جهازين جهاز الليذر المكثف وده هو بيقلل الألام وبيعمل تنشيط للدورة الدموية وأيضا جهاز دكتور تيكر وده واحد من الأجهزة اللي تم شراعها فيه الفترة الأخيرة وكانت يعني مجموعة من الأجهزة اللي طالب بها الجهاز الطب للنادي الآلي ووفرها مجلس إدارة النادي الآلي في هذا الأمر بتساعد على سرعة عودة اللعبين من الإصابات دي نفس الأمور اللي شغال عليها حسام حسن اللي اتنين يا محمد تقدر تلفز يعني أسبوع عشر تياما يكونوا موجودين بإذن الله في التدريبات الجماعية الفريق النادي الآلي طيب أعتقد ممكن كده علي معلول ما يكونش موجود في مباراة سموحة ولا المباراة اللي بعدها وهيسافر على طول عشان ينضم مع تونس لبطولة كأس العرب أكيد يا فاروق بالفعل يا محمد علي معلول خارج المباراة سموحة وأيضا حسام حسن خارج مباراة سموحة ولسه يتم تحديد الأمر هل هيلتحك بالمنتخب التونسي من يعني خلال الفترة الحالية أو لا لسه يعني الأمر ده يتضح خلال الـ 48 ساعة القادمين بإذن الله طيب سؤال بقى مهم جدا وانت النهاردة كنت في التمرين وقريب من الجهاز الفني واللاعبين خلال 48 ساعة هيكون فيه قرار بخصوص مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونادي الرجاء المغربي هل فيه معلومات جديدة هل سألتك بالتنسية بخصوص هذه المباراة في ظل أن أعتقد الأهلي يعني بينتظر خطاب رسمي خلال الـ 48 ساعة القادمة بشأن السوبر الإفريقي مع نادي الرجاء بالفعل يا محمد أنت تتركت لنقطة في غاية الأهمية بالفعل يعني الاجتماع على الاتحاد الأفريقي أو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي طبعا المعادة المقترح هو المعادة يوم 24-12 والنادي الأهلي التلقى من هذا الأمر وده مقترح مقدم في الاتحاد الأفريقي لكن نقطة الأهمة محمد برضو اللي عايز من خلاله ومن خلال قناة النادي أهلي ننفرد بيها أن النادي الأهلي ونادي الرجاء كلا الناديين قدم طلب للاتحاد الأفريقي بلعب مباراة السوبر الأفريقي بالقائمة الجديدة لأنها كانت تتكلم يوم 24 محمد هيتبقى 6 أيام فقط أو 7 أيام على فتح باب القيد النادي الأهلي قدم طلب النادي الرجاء المغربي أيضا قدم طلب الاثنين الفريقين قدموا طلب طبعا ده الكلام على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ صرح لنا بهذا الأمر أن الكلا الناديين قدم طلب للاتحاد الأفريقي بلعب مباراة السوبر بيها القائمة الجديدة زي ما بنقول محمد يتبقى 7 أيام الأهلي بينتظر القرار والرجاء بينتظر القرار لكن أدرولك بنسبة كبيرة جدا هيتم الموافقة الكلا الفريقين على لعب مباراة السوبر بالقائمة الجديدة أكيد زميل العزيزة فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل زي المعلومات وبل مختم وطلع فاصل فاروق المعلومة مهمة جدا النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي طلب من الاتحاد الأفريقي إدراج الصفقات الجديدة والقائمة الجديدة في لقاء السوبر يوم 4 و2012 خاصة أن الوقت من 4 و2012 لأول يناير أسبوع وما فيش مباراة إفريقية إلا مباراة السوبر ننتظر الرد الرسمي خلال 48 ساعة تحديد التوقيت وأيضا كمال الموافقة على الطلب باللعب بالصفقات الجديدة للقاء السوبر بين الأهلي والرجاء أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل باقي فقرة تريند الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وهنكمل مع بعض باقي فقرة تريند الأهلي ونشوف المحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا طيب حساب الأهرام برضو النهاردة بيتكلم على ملف المعارين في النادي الأهلي والحساب الرسمي للأهرام على تويتر نشروا أن الأهلي يحسن ملف الإعراض بعد معسكر الإمارات طيب ملف المعارين واللعاب اللي ممكن تطلع إعراض في شهر يناير يعني أنا مباراة قد تكلمت على فكرة أن معسكر الإمارات ده هيكون فرصة للجهاز الفني يشوف بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش في الفترة الحالية في الدور العام وكمان هيكون فيه تصعيد عدد كبير جدا من اللاعبين قطاع النشائين اللي هم اللاعبين الواعدة اللي ممكن تكون موجودة في الفريل أول عشان يتحسن موقفها تكمل معنا السيزون ولا ممكن تطلع إعارة في شهر يناير فكل الأمور ده هتتحسن بعد معسكر الإمارات اللي هيتلعب أو هيقام في الفترة أثناء مشاركة منتخبنا الوطني في كأس فيفا للعرب في الدوحة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر طيب نروح لكورا بلاس واهتمت جدا ببيتسو موسيماني الحساب الرسم الكورا بلاس على تويتر قالوا أن موسيماني بيضم جميع اللاعب الأهلي لمعسكر الإمارات كلنا عارفين أن المعسكر ده زي ما قلت هيكون أثناء مشاركة منتخبنا الوطني في كأس فيفا للعرب في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الأهلي هيسافر الإمارات يعني أحد يومي 7 أو 8 ديسمبر وهيكون المعسكر لمدة 10 أيام وإذا يعني الأهلي لعب السوبر يوم 24 ديسمبر في تفكير أن الأهلي يطلع من الإمارات على الدوحة عشان يلعب السوبر في الدوحة لكن هيبقى فرصة أن المعسكر ده زي ما قلت كل لعبة هتكون موجودة مع موسيماني عشان يشوف العب بشكل جيد جدا تدريبات يومية معسكر بمعنى كلمة معسكر وفي نفس الوقت كمال على هامش المعسكر يكون فيه أكتر من مباراود دية عشان يتفرج ويتمئن على عدد من اللعيبة اللي كانت بعيدة عن المشاركة الأساسية بسبب ضغط المباراة في الفترة الأخيرة طيب الوطن سبورتي بيتكلم على لعب آخر وهو حسين الشحات الوطن سبورتي بيتكلم على أن موسيماني يحسم ملف راحية الحسين الشحات في يناير المقبل ده جديد بالنسبة لي هو خلاص كده ما فيش قهربة ما عارفش بقى طاهر أعتقد برضو طاهر معايا النهاردة لكن النهاردة اسم جديد بالنسبة لحسين حسين الشحات مكمل في الأهلي وحسين الشحات ما فيش أي عروض رسمية عشان نادي الأهلي يرفضها في الفترة الحالية وحسين نفسه طلع أكد ده كذا مرة أنه مكمل مع النادي الأهلي ورفض قبل كده أكتر من عرض في الفترة الأخيرة ففكرة أن بيتكلم موسيماني هيحسم ملف راحية الحسين في يناير المقبل من الركاز الأساسية في النادي الأهلي ومش معنا أننا بقول ركاز أساسي يعني في التشكيل الأساسي لا الركاز الأساسي يعني أنت تتكلم على 18-19 لعب الأهلي بيعتمد عليهم بشكل أساسي في كل المباراة سواء أساسي أو احتياطي اللعب الاحتياطي ممكن ينزل في ربع ساعة أو نص ساعة يكون ليه تأثير كبير والأهلي دايماً ما بيفرعش باللعب أساسي واحتياطي فحسين من الركاز الأساسية وأتمنى ما يتم اشترح إسم حسين من ضمن اللعيبة اللي ممكن يتقال عليها قاعد ماشي للملف ده مقفول سواء للأهلي أو حتى لحسين طيب معايا كمان خبر عن أجايه كان بقى أنا فترة بنسمعش حاجة عن أجايه لكن النهاردة المصر الرياضي بيقول معلومة بخصوص جونيور أجايه ده الحساب الرسمي للمصر الرياضي على تويتر بيقوله من خلال مصدر في النادي الأهلي حل أخير لأزمة أجايه في يناير وإن خلال شهر يناير هيكون خاد نص مستحقاته ويتم الاتفاق معا بشكل ودي على الرحيل خاصة بعد ما ترفع إسم أجايه من القيمة وحالية الموجودة على قيمة الانتظار اللي كان أعلنها وحددها اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة بس خليكم يفكرين إحنا النهاردة بنتكلم هو 24 نوفمبر وجونيور أجايه فيه اتفاق لسه مع الأهلي بخصوص المرحلة اللي جاية أعتقد من حوالي شهر أو شهرين ناس كتبت وقالت أجايه يشتكل أهلي في الفيفا الإجابة هي دلوقتي بعد شهر أو شهر ونص أو شهرين لسه وفيه نقاش وفيه اتفاق وفي يناير هيكون فيه حل للموضوع وما فيش أصلا أي شك والأتحاد الدولي ولا فيه لعب يشتكل الأهلي خلال الفترة بكيرة في الاتحاد الدولي في فا الأخبار بتأكد نفسها والناس بتبع عارفة مين اللي بيكتب الخبر الصح من الخبر الغلط طيب اليوم السابع وكهربا عرض يومي كهربا يترقب عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي في الشتاء كلمت عن كهربا في الانتو واتكلمت عنه بارح واتكلمت عنه كل يوم نهاردة خبر عن فكرة أنه رايح السعودية في الشتاء فترة الانتقالات الشتوية عنه في شهر يناير حتى هذه اللحظة ما قلتلكم الكلام ده غير وارد وغير صحيح وفي نصيحة مهمة جدا من الجهاز ومن الكابتن محمود الخطيب لكهربا انت ملتزم اقنع الجهاز الفني اللي انت محتاج تاخد فرصة الفترة الجاية وكهربا الفترة الأخيرة مركز كويس جدا في الفرقة لا بيتكلم ولا بيتناقش مع حد سايب الرؤية الفنية لبيتسو مسماني ومسماني في النهاية هو شايف اللي في مصطحة الفرقة هيعمله في الفترة دي محتاج كهربا هياخد كهربا ويشارك بيه في المباراة في الفترة دي محتاج فيه لعيبة أجهز هيشارك بيها لكن في النهاية كل اللعيبة تحت رؤية الجهاز الفني وما فيش لعيب الجهاز الفني قال بالتأكيد يكون خرج أو طلع بره النادي الآلي خلال الفترة الأخيرة طيب كمان خبر تاني وهو طاهر محمد طاهر جول مصر بيقوله من خلال تصريحات للمهندس محمد عادل المشرف العام على القرى في نادي المقولين العرب قال ما يصار حول استعارة طاهر محمد طاهر من الأهل في يناير غير صحيح الحمد لله المشرف عام على القرى في نادي المقولين مهندس محمد عادل فتحي طالي أعلم بنفسه أن الكلام ده غير صحيح وطاهر مكمل فيه النادي الآلي آخر حاجة معايا في تريندل آلس بورتول 68 مصرية بنهن طبعا الأشقاء في السعودية في فوز الهلال السعودي بالأمس على بطل كوريا وأصبح الهلال السعودي بطلا لدوري أبطال أسيا للمرة التانية تلات أندية عربية تتواجد في كأس العالم للأندية وطبعا دي الفرق اللي هتشارك في الفترة اللي جاي في كأس العالم في انتظار بس الفائز بلقب كوبا ليبرتادورس بين فلمينجو البرازيلي وبالمرأس البرازيلي يوم القضية يوم 27 نوفمبر الأهل ممثل إفريقيا تشيلس الإنجليزي ممثل أوروبا الجزيرة بطل الدوري الإماراتي مصطدف البطولة أوكلاند سيتي بطل أوكيانوس فلمينجو وبالمرأس من كوبا ليبرتادورس الهلال بطل دوري أبطال أسيا منتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكا كاف إن شاء الله القرعة زي ما قلتلك يوم 29 الساعة 6 هنعرف ساعتها توقيت مباراة البطولة والأهل هيواجه مين وخلاص بقى على الحلم خطوة فريق كامل وإن شاء الله نعرف بقى السبع فرق الفترة الجاية في كأس العالم للأندية لكن قبل مخرج إلى فاصل عايز أأكد على الخبر اللي انفرضنا بالنهاردة من خلال لازمنا فاروق صلاح النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي أرسلوا خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيطلبوا إن المشاركة في السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر حال الاتفاق على هذا الموعد من خلال المكتب التنفيذي غدا إن الأهل والرجائي شاركوا بالصفقات الجديدة وبالقايمة الجديدة اللي كان من المفضلات تقيد في شهر يناير القدم فظل إن ما فيش أي مباراة إفريقية في هذه الفترة والقيد في يناير باقي عليه أسبوع من موعد 24 ديسمبر فبالتالي هيكون أفضل إن الفريتين لعبوا بالصفقات الجديدة عشان تكون مباراة على أعلى مستوى فنيا في الدوح هننتظر القرار الرسمي لكن هو ده الخبر الجديد معنا إن فيه خطاب رسمة بعد وننتظر الموافقة والإعلان خلال 48 ساعة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل مكملين بحضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج التريند ونروح نتكلم على التريند العالمي ونشوف الكتب في التريند العالمي خلال الساعات الأخيرة وبالتأكيد هيكون متصدر المشهد نجمنا المصري محمد صلاح التريند العالمي بيبدأ بحساب ليفربول على تويتر واللي أعلن عن فوز محمد صلاح بلاعب الشهر للمرة الثالثة على التوالي وعلق هاتريك الفوز بأفضل لعب ثلاث مرات متتالية فهو هاتريك الفوز بأفضل لعب أفضل لعب في شهر 8 أفضل لعب في شهر 9 وأفضل لعب في شهر 10 مو صلاح بيصنع التاريخ مع نادي ليفربول خلال الفترة الأخيرة السنة دي يمكن من أفضل السنوات اللي بيقادي فيها محمد صلاح مع نادي ليفربول ولسه المشوار طويل وأعتقد يعني أهلا بالأرقام قياسية يكفي أنه تخطى رقم دي دي دروكبا كهدافي اللاعب الأفارقة في الدور الإنجليزي وتخطى رقم 104 هدف لدي دي دي دروكبا حساب أنفلد ووتشي بيتكلم على أيضا محمد صلاح وهي تصرحات لمحمد صلاح بعد الفوز بلاعب الشهر تصرحات بتقول أفضل هدف سجلته هذا الشهر كان في شباك منشستر سيتي بسبب أن المباراة كانت قوية للغاية طبعا خلال شهر عشرة محمد صلاح كان ليه أهداف مميزة وعشان يفوز بلاعب الشهر أكيد من ضمن هذه الأهداف أو من أبرز هذه الأهداف هدف صعب هدف في مباراة قوية هدف في فريق منافس من المنافسين الدول الإنجليزي فكل ده بالتأكيد هيكون هدف منشستر سيتي مو صلاح نفسه قال كده قال هدف منشستر سيتي هو الأبرز والأهم لأن كانت مباراة صعبة جدا والهدف كمان ملعوب فيه لمسة كده لمسة الجمال أو لمسة اللعب المصري المهارة واللمسة والتزديدة والتمويه يعني كل حاجة صلاح عملها في الجون ده في منشستر سيتي نروح له حساب يلا كورة واخدين تصرحات لإيميل هسكي لاعب ليفربول السابق يمكن التصرحات مهمة جدا لأن إيميل هسكي قال قال الأشياء مثل العقد والأضواء وحاصلة الأهداف لا تزعج صلاح مو يتحدث على أرض الملعب صلاح لعب رائع لا يسمح لأي شخص بإلهاءه عن الأرقام التي يفعلها عليه أن يكون قويا ومتفردا لفعل ذلك وبينما يتحدث الناس عن عقده وما إذا كان سيغادر الأنفلد يستمر هو في فعل الشيء الذي يريده تصرحات مميزة جدا من إيميل هسكي نجم ليفربول السابق وهو بتكلم بالتأكيد على نجم مصري زي محمد صلاح طيب آخر حاجة معاه في العالمي عشان أروح وأتكلم في المشاركات حساب إي إسبين بيتكلم على مندي طبعا حارس سامار مع تشيلسي بيقولوا أن مندي يواصل تحتيم الأرقام مع تشيلسي فقد حافظ على نظافة الشباك في 36 مباراة واستطاع التصدي لـ 35 هدف محقق خلال الفترة الأخيرة طيب نروح بقى لمشاركة الجمهين على السؤال التي طرحنا في البداية وتوقعتكم لتشكيل الأهلي في مباراة تسموحا إن شاء الله غدا المباراة الساعة الرابعة عصرا على ملعب الأهلي والسلام نورة بتقول أي 11 راجل في الملعب المهم الروح والقتال لآخر ثانية في المطش وبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي كمان معايا أحمد مرعي بيقول توقعاته للتشكيل الشناوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بنون، محمد دهاني، أكرم توفيق، وليد سليمان شايف إن وليد ممكن يبدأ المباراة، أفشا وتاو، أحمد عبدالقادر، ومحمد شريف برسي تاو من اللعبة اللي هيكون إضافة كبيرة جدا للدور المصري وعمل مستوى مميز جدا ويا رب بيكمل على كده كمان طاهر السيد حمد فتحي آيل، يعني هو بيكلم على التشكيل قال حمد فتحي يرجع مكان ياسر إبراهيم وعمار حمد هيلعب بدلا من السلية ونفس تشكيل مباراة المحلة طاهر جاب من الآخر وقال لك التاغيرات هتكون فين بس ونفس التشكيل اللي فات داليا الكابيتانو بتقول الشناوي في حراسة المرمة بدر بنون وأيمن أشرف وأكرم توفيق داليا شايفة إن كريم فؤاد ممكن يبدأ في هذه المباراة مع حمد فتحي وقاليو ديانج والسلية بس اعتقد الصلاة هيغيب للانظار التالت أفشا، تاو، محمد شريف تحياتي لحضرتك وبالتوفيق للأهل شكرا يا دالين آخر رؤية وتوقع للتشكيل السيد محمد هيبة بيقول مساء الخير عليك كابتن محمد أهلا بيك يا أستر سيد بيقول الشناوي أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بنون ومحمد هاني شايف إنه يكون أكرم توفيق في نص الملعب مع وليد سليمان وأفشا وتاو واحمد عبدالقادر ومحمد شريف طيب دي توقعات الجمهير على تشكيل الأهل في مباراة تصمح أي 11 رجل في الملعب بإذن الله هيقدر أو هيقدر إن شاء الله يعملوا مباراة كبيرة ويعملوا انتصار مهم جدا وست مباراة متتالية ب18 نقطة هتكون بداية ولا أروع بالنسبة للأهل في الموسم الحالي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا ألتقي على خير الأسبوع القادل في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء